رحمة الله وبركاته تصرحة النارية للمستشار مرتضى منصور وعسى الحاسمة لهؤلاء تصرحة رئيس نادي الزمالك عبر قناة النادي حول أهم القضايا المصارى أدل المستشار مرتضى منصور بعد التصريحات تم بسها عبر قناة نادي الزمالك وذلك عقب حصد الزمالك لعدة ألقاف فردية وجامعية من جريدة المساء حيث تحدث المستشار مرتضى منصور حول أحقياته بجائزة أفضل رئيس نادي وذلك مصدقا لحصول فرير على جائزة أفضل مدرب ومحمد عواد على جائزة أحسن حارس بجانب زيزو كأحسن لعب وحسام عبد المجيد على مستوى الدفاع لكنه يرى أن إدارة الجريدة خافت أن تدخل في صدام مع أي طرف واستقرت على الاكتفاء بتلك الجوائز وأشار مرتضى منصور أن الزمالك في انتظار الحكم في قضية الحجز على أرصادة النادي أواخر ديسمبر المقبل مؤكدا أن أصول نادي الزمالك الجديدة مثل فرع 6 أكتوبر والنادي النهري من المفترض التمنح الأمان لرئيس النادي الأسبق للحصول على مستحقاته فلماذا يتم الحجز على جميع أرصادة النادي وتسأل عن زمام تأخر مستحقات الزمالك لدى الشركة المتحدة والبالغة 42 مليون جنيه وتعنت المسؤول عنها في منحها للزمالك وتوجه برسالة واضحة لهاني العتال وعبدالله جورج أن الزمالك مستمر بالرغم من محاولاتهم لإسقاطه وأكد المستشار مرتضى منصور أن الزمالك مستمر رغم كل تلك الأعباء وأنه في طريقه لصدارة الدوري بجانب استمراره في المنافسة على الكأس ووصوله لنصف النهائي بجانب أرياضات الجامعية الأخرى مثل اليد التي يتسايدها نادي الزمالك اشتركوا في القناة